أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الذي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعد فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وبعد فيهم اشتركوا في القناة